بسم الله والسلام علينا سيدنا محمد عندنا ان شاء الله اليوم درس بسيط جدا عن خطورة الاشعاء الذري طبعا خطورة الاشعاء الذري تكمن خطورتها في تدمير جزء من التركيب الوراثي الدي ان اي او تقيير جزء منه كطفرة يسبب طفرة تقييره طبعا تتسلط هذا الاشعاء الذري على منطقة من المناطق ثم تدخل في الخلايا ثم تدخل في نواة الخلية ثم تدخل على الكروموسومات ثم تدخل على الجينات نفسها وتغيرها وايضا الاضافة نفس الطريقة تدخل في الخلية والكروموسومات اما انك تضيف داخل الكروموسوم نفسه جينات معينة ممكن تسبب سرطان معين او تسبب اوامر اخرى تفيد او تضر واحدة منهم يعني ممكن تقير جزء مثل الطفرة اللي تكلمنا عنه وبالتالي يمكن ان تحدث حالات غير مرقوبة مثل السرطان والسرطان يعني يسبب انتشار كبير في الجسم مثل ما تكلمنا في دروس السابقة ايضا يستخدم في اشياء مفيدة الشعاع الذري مثل تعقيم الاقضية وتعقيم الاشياء اليدوية المختبرية ايضا تعقيم الماء الشعاعي يعني في امور كثيرة جدا في هذا الباب الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليب واتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس البسيط عن خطورة الاشعاع الذري نشوفكم في درس لاحق